السلام عليكم ازايك وتكاتر عملي يا ربكم الجماعة بخير كل سنوح حضراتكم طيبين ورمضان الكريم علينا وعليكم ان شاء الله احنا كنا اتكلمنا ان احنا عايزين نعمل voice over والكومنتات كانت ما بين ان احنا نعمل overlay وان احنا نعمل veneer فانا قررت بصراحة هعمل اثنين وهنبدأ ان شاء الله بال overlay وبعد كده ان شاء الله هنبقى نعمل لكم حالة veneer برضو voice over بس يكون سريعة شوية ان شاء الله يعني الحالة اللي معنا النهاردة هي lower 6 ال patient عنده تقريبا اتنين وعشرين سنة هو كان dental patient وجاي يشتكي من lower 6 ده وهو عايز ي restore lower 6 ده عايز يصلحه فاخدنا له x-ray الاول وبدأنا نشوف هنعمل مع ايه طبعا هو المنظر هنا يخد بصراحة وانا وقفت محتر قدام الحالة دي شوية احنا هن restore دي ازاي طيب انا بسيت في ال x-ray على ايه بسيت على وشفت الاخبار ايه تمام وبرضو كنت لسه مش قادر اخد لها قرار مش عارف ان هعمل لها restoration الزاي فعرضت على patient ان احنا هنعمل لها او هنعمله جلسة استكشافية ونبدأ نحدد هنعمل ايه بعد كده تمام فهو patient كان موافق وكان cooperative مع ايه في شو مشكلة خالص فاول حاجة عملتها اول حاجة دايما ببدأ ديها زي ما اتفعنا دايما في كل حاجة ان احنا نازم نعمل isolation ال isolation هنا بيديني حاجات كثيرة ابسطها ال visualisation وابسطها ان انا بقى اشكل وانا مرتاح ومعنديش اي مشاكل خالص طيب هبدأ اعمل ايه بعد كده هبدأ ان انا احاول اشيل كل الكارز اللي موجود قدامي وهبدأ اشوف الكنالز بتاعتي اهوارها ايه البتنز بتاعها اهوارها ايه هقدر اعمل لها اندو ولا لا والمفاجأة اللي قابلتني هنا ان الحالة كانت still vital وكان لست still في بين وفي شوية bleeding وطلع العلم ان انا كنت شاكك ان هي اصلا ممكن تكون فاش بين خالص او نيكروتيك يعني فخلاص اوكي ان فيش مشكلة الكنال بيتا انت وديني يا جميلة وما فيش مشكلة خالص فبدأ انا نخش في خطوات الايه الروتكنال هنا انا كنت عملت الروتكنال خلاص خلصته كل دا كان فيزت واحدة خلصت الروتكنال بتاعي وعملت له ساند بلاستنج وزي محركوا شايفين الكافيت يبقى كلير خلاص هو مغيف مفخوش اي كيرز الانام الباين والدينتين باين وده كان الباقة الفيو بتاعها وده كمية الروتكنال اللي احنا نقدر اللي احنا قدرنا نعمله طيب هبدأ بعد كده افكر ان انا عايز اكافر الفيلم الهندي اللي قدامي ده هعمله هعمله كافر جيب ايه كان قدامي حل من اثنين يا اما هعمله اما هعمله ديريكت يا اما هعمله انديريكت اماكس بس طبعا نتيجة الفينانشل بتاعت البيشنت وكده وكمان كان الانتر ارش بيس صغير الى حد ما فاحنا فضلنا ان احنا نعملهله ديريكت طيب احنا عشان نبدأ نشتغل في خطوات الديريكت لازم الاول اتعامل مع الـ اللي باين قدامي يعني عندي انامل وعندي دينتين الانامل دايما ما عنديش في منه مشاكل المشكلة دايما بتبقى في الدينتين عشان الـ بيبقى في شوية مشاكل على اساس ان هو المنرال بتاعته قليلة والووتر بتاعه يبقى عالي وانا محتاج اخد منه بوند سترينس عالي لان هو تقريبا المنتوس اللي موجود قدامي هو الدينتين فبالتالي لازم اعمل الـ اللي هو الـ ونعتبر اللي اتنين دولت مع بعضهم الـ ولازم اسيبهم فترة كافية ان يحصل لهم من خمس دايل لنص ساعة الاقل لو انت مستعجل شوية ممكن تحط الفايبر زي ريبوند مثلا ويبقى ساعتها ديكابلينج ويز فايبرز انا هنا عملت ديكابلينج ويز تايم تمام سبت البيشن تقريبا نص ساعة يحصل كيميكا الماتيوريشن براحته خالص ما فيوش مشكلة عشان اسيكيور البوند في الحتة دي مع الدينتين وبعد كده عملت ديبرايد منتل كل الانامل مارجن اللي قدامي ده زي ما حضراتكو شايفين بحيث الانامل ما يجيش عليه او يعني لو جي عليه جزء من البوند او جزء من الفلوابل يبقى خلاص انا شلته فوش مشكلة خالص دلوقتي معايا وجهز دلوقتي ان انا اعمله اتشو بوند انا الوقت لما هعمل اتشو بوند هعمل اتشو بوند بالنسبة المين بالنسبة ليه الانامل عشان ابدأ في خطوات الايه الديريكت بلده بتاعي تمام ده بكا الفيو برضو يوريكو الجزء بتاع الريداكشن اللي تشغيل من الوكولوسال سيرفس خلاص كان الوكولوسال سيرفس تقريبا بتاعي شبه فلات خالص تمام بعد كده ده الايكس راي بتاع الاي دي اس والريزن كوت تمام بعد كده انا خلصت طبعا انا ما صورتش كتير هنا الجزء بتاع البلدوب ده انا بانعمله ان شاء الله بس هو اببساطة جديدة انا بحول الحالة اللي قدامي ديت من الوضع اللي هي في ده لكلاس وان هعملها ازاي انا بحط باند ورينك بروكزمل في الديستل والميزيال وبحاول ابني الاتنين بروكزمل وبعد كده ببدأ ااخد بقية المولر في ليرز هوريزونتل من تحت الفوق تمام بحيث لحد ما اوصل لأربم الوكولوسال سيرفس بسي في حوالي مثلا اتنين ميليه وببدأ ابني الكاسبات بتاعتي هي كاسب باي كاسب وزي ما قلنا في الفويس اوفر اللي فات انا بحاول ادور على جيد ليه في الموضوع ده زي مثلا المارجن الريتج او الكاسب هايت وطبعا انا مشايق على الاكولوجن قبل مركب الروبر ده وشايف البيشانت بيقفل معي ازاي ولما باجي بابني خلاص بحاول دايما بيبقى الاناتومي بتاع المولر او اي حاجة انا ببنيها بيبقى في بالي فهنا المولر انا حاولت ارسمه الى حد ما واخد شكل الاناتومي بتاع اللي جنبيه تمام ده البقى بتاعه تقريبا في نفس الارتفاع بتاع ال7 وفي نفس الارتفاع تقريبا بتاع ال6 كل ده احنا لسه مشايقناش على الاكولوجن بس خلاص احنا كده بنينا وانا بحب اعمل افنشنج والبولوشنج بتاعي الاول تمام قبل ما اشيل الروبر دام عشان يسهل على يدينيا شوية بعد ما اخلص وشيل الروبر دام يعني وده كان المنظر بتاعه بعد ما اعملنا شوية خلاص بخلي البيشنت يجب هو يفتح على وبشيل كل الهي اللي بعياليه وبرجع تاني اعمل مبولوشنج بحيس اوصل اللي قدام حضراتكو دي وده كان البقل فيو وباين طبعا هنا ان في حدات كانت عالية احنا شلناها وبرده انا مش محتاج فانسي اناتومي ولا حاجة هو بس مجرد فانكوشنج اناتومي ودينيا هتبقى زي الفولو والموضوع ماشي خلص انفوش مسكي ده وهذا كان الفاينال اكس ري بتاعها والحمد لله الحالة سيروفايفينج وزال فقال له باش انت بشتكش من اي حاجة تمام؟ اشوفكم ان شاء الله في الفويس اوفر الجاي وان شاء الله هيبقى على الفينير